بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله مراجعة أسبوعية لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي في حصة اليوم إن شاء الله رح ندير لكم فقط مادة رياضيات ومادة اللغة العربية لماذا؟ لأني حبيت نركز لمادة اللغة العربية أكثر على الحروف كيف نبدأ مع التلميذ نعلم الحروف كيفية كتابة الحرف 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 مع الحركات تدريبات أيضا حول حرف الميم وحرف الباء إذن نبدأ مع مادة رياضيات وأول تمرين أرسم قرى رئيساتي بقدر العدد المكتوب لدينا هنا يتعرف أولا على الأرقام هنا لدينا 6907 مطلوب مني رسم قرى رئيساتي ماذا نفعل؟ التلميذ هنا 6 يقوم بالرسم 1 2 3 4 5 6 هنا 6 هنا 6 هنا 6 يعني إذا جاء شخص آخر يقوم بالعد يجد هنا 6 هنا 6 وهنا 9 وهنا 9 نقوم برسم 9 الرئيسات أو بطريقة أخرى رجع التمرين كلعبة هكذا التلميذ يستمتع بالمراجعة يقدر يفهم الرياضيات أو مادة اللغة العربية بكل سهولة وتمرين أو لعبة لعبة أيضا تساعد على زيادة التركيز إذا نحضر مجموعة من العلب أو مجموعة من السنديق أو أي شيء هنا مطلب مني 9 أقوم برسم العدد أو الرقم 9 هنا هنا مثلا 7 هنا 0 هكذا أحضر مجموعة من القرى الصاد أطلب منه من يصيب الهدف من يصيب الهدف هو الذي هو الفائز تكون هناك هدية أو أي شيء مقابل النجاح إذن يبدأ التلميذ من بعيد يرمي في القرى الصاد هكذا يرمي يعد واحد لم أصيب الهدف لا أيضا هكذا واحد جيد اثنان يركز مليح تلميذ ثلاثة لم أصيب الهدف هنا أربعة جيد التلميذ رح يحس بالمتعة أكثر خمسة ستة هل نكمل؟ لا بل ننتقل إلى العلبة الأخرى واحد جيد وتكون كين تشويق كين منافسة نخلي التلميذ بعد كامل على الكتاب على الكراس على الأقلام يتعلم العد فقط تمرين الثاني أيضا نفس الشيء تمرين الثاني فيما يخص أكثر من وأقل من ماذا أفعل؟ أقوم بكتابة بطاقات بطاقة الأولى فيها أكثر من البطاقة الثانية أقل من نعم التلميذ مش رح يعرف كلمة بالطبع لكن أقول له أن هذه أكثر من وهذه أقل من بعد رمي القريصات في كلتاء العلبتين أطلب منه هل القريصات في هذه العلبة أكثر من هذه أم هذه أكثر؟ أين هي الأكثر من والأقل من؟ دائما بالنسبة نبدأ هكذا إذن أقول القريصات هنا أكثر من القريصات هنا بالنسبة هكذا دائما نقرأ من اليمين إلى اليسار بالنسبة للعبارات مكتوبة هكذا هكذا أقول القريصات الموجودة في هذه العلبة أقل من القريصات الموجودة في هذه العلبة انظروا واضح التمرين التمرين الثالث هنا التمرين الثالث أضع علامة فيه على الأشياء الزائدة يعني هنا ستة لازم تكون فقط يوجد هنا ست أشياء فقط الزائد أقوم بوضع عليه علامة فيه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نعم إذن أقوم بالشطب هكذا هنا نفس الشيء خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أقوم بالشطب هكذا ثلاثة نفس الشيء التمرين الرابع أكتب في كل بطاقات عدد الأسهار حسب اللون هنا سنتعرف على أريد أن تعلم تلميذ الرقم سفري يتذكر ما هو هذا الرقم الكمية لتحدد لهذا الرقم إذن هنا لدي أسهار بنفسجية وأسهار حمراء نعود يقول عدد الأسهار الحمراء كم نقوم بكتابته هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أقوم بكتابة خمسة هنا الأسهار بهذا اللون نبحث واحد اثنان ثلاثة أربعة أقوم بكتابة أربعة هنا الأسهار بهذا اللون الخضراء هل توجد؟ لا غير موجود إذن ما هو الرقم المناسب الذي نضعه؟ هو سفر التمرين الخامس أكمل كتابة الشريط العددي يتعلم التلميذ نزيد ندربه أكثر على كتابة الأعداد بطريقة صحيحة ماذا بي نكسبوه في الكراس يكون كراس خاص بالمنزل دائما في نهاية الصفحة أو في بداية الصفحة هكذا يقوم بكتابة الأعداد هنا بطريقة منظمة مع البداية يكتب تلميذ نقاط متقطعة ثم أقوم بالتوصيل بين هذه النقاط لدينا واحد بعد واحد ماذا يأتي؟ اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تلميذ ما يتمكن يمزل مش متمكن من الكتابة الأعداد نعم والعدد أقول له واحد اثنان كيف نكتب اثنان يتذكر لا لم يستطع تذكر شكل اثنان كيف يكتب أقول له دعنا نبحث هنا لعلنا نجد اثنان يقوم بالبحث لا أجد اثنان ابحث مرة أخرى إذن ها هو الرقم اثنان نقوم بكتابة اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هذا فيما يخص مادة غياضيات رحوا مع بعض لمادة اللغة العربية طبعا نصوص المنطوقة مع بداية الأمر ما نحبش تلميذ يحضروا له نصوص المنطوقة في المنزل فيما يخص اكتشاف الحرف طريقة لتبحها المعلم أيضا في البيت الأمو على من تركز أكثر حاجة تركز على الحركات الحرف بالحركات الصوت القصير ما مو مي الصوت الطويل ما مو مي وهكذا التنوين أيضا هذا فقط لنركز عليه نعلم التلميذ كيفية كتابة الحرف سواء في وسط الكلمة في بداية الكلمة في نهاية الكلمة أما اكتشاف الحرف نخلي المهمة من الأفضل تكون للمعلم أو المعلمة إذن نبدأ على بركة الله مع أول حرف لتلميذ السنة الثانية ابتدائي وهو حرف الميم أول شي بيترسخ الحروف في ذهن التلميذ يتمكن التلميذ من الحرف ما تكونش عنده مشكل نبدأ معاه أولا طبعا اكتشف الحرف في القسم يرجع للبيت مراجعة كل أسبوع كان حرفين حرف الميم حرف الباء الأسبوع القادم حرفين أيضا وهكذا نبدأ معاه أولا بتشكيل الحرف بالعجين أو كتابة الحرف على الرمل أو الملح وهكذا كتابة تشكيل من الأفضل مفضل تشكيل الحرف بالعجين نحضر عجين أو معجون يتعلم التلميذ كيفية تشكيل الحرف من خلال تشكيل الحرف من خلال أنامل التلميذ رح يتذكر أو ترسم له في ذاكرة نتاعه ترسم شكل الحرف الخطوة الثانية رسم الحرف في الهواء الخطوة الثالثة وهي تلوين الحرف نركز وندرب التلميذ على تلوين الحرف عندي أهم حاجة تلوين الحرف مثلا هنا حرف الميم ألوين الحرف يقوم بالتلوين يقول له هذا حرف الميم هذا أيضا حرف الميم هذا حرف الميم حرف الميم عنده عدة أشكال أو بطريقة أخرى حرف الميم في كل مرة لديه لباس معين على حسب المكان الذي فيه المكان هنا أقصد الكلمة مثلا عندما يكون حرف الميم في بداية الكلمة كيف يكون لباسه يكون بهذا الشكل حرف الميم في وسط الكلمة يكون بهذا الشكل حرف الميم في نهاية الكلمة بهذا الشكل وأيضا بطريقة أخرى أقول له حرف الميم كيف يكون مثلا في بداية الكلمة أقوم بتمثيل باليد مثلا هذه أنا لاحظوا معي هذه أنا أقول له حرف الميم لدي اليد الأولى واليد الثانية اليد الأولى في بداية الكلمة لا نفتحها أفتح هكذا حرف الميم هكذا أقول له حرف الميم هكذا في وسط الكلمة يد اليمنى مفتوحة اليد اليسرى مفتوحة وأقوم بفتح اليد اليمنى وفتح اليد اليسرى دائما حرف الميم في نهاية الكلمة كيف يقول يكون هكذا نعم هكذا مت مثلا هذه أنا هذه أنا حرف المي اليد اليمنى غير موجود اليد اليسرى هكذا شكلها هكذا أقوم بتشكيل الوضعية أيضا هذا بالنسبة لأشكال الحراف في اليوم الأول نعلمه أو ندربه على أشكال حرف الميم هذا حرف الميم حرف الميم حرف الميم ما معنى وسط الكلمة بداية الكلمة نهاية الكلمة أيضا مثال قبل ما ندخل للحركات مثال لدينا هنا كلمة هنا كلمة 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 نعم نبحث عن حرف الميم في هذه الكلمات مع البداية نفهم أن هذا حرف الميم كيف هو شكله يتذكر نضع شكل اليد هكذا شكل اليد هكذا هذا هو في بداية الكلمة نلاحظ اليد اليمنى غير مفتوحة اليسرى مفتوحة وبعدها يوجد مجموعة من الحراف هنا ماذا؟ هنا لاحظ اليد اليسرى أسفل هكذا وبهذه الطريقة هنا اليد اليمنى مفتوحة اليد اليسرى مفتوحة بنفس الطريقة لكن هنا لاحظ معي هنا اليد اليمنى وضعتها في الجيب وهنا هنا لم أضح في الجيب هكذا اليد اليمنى هكذا هكذا وهكذا قبلها حروف وبعدها لا يوجد حروف إذن بعد ذلك ماذا؟ التمرين الثاني ألاحظ أشكال الحروف وأحوطه حول حرف الميم هذه مازال ما نبدأ معه تعلم كيفية كتابة حرف الميم إذن نبحث عن حرف الميم دائما حرف الميم أمامه ينظر هنا وينظر هنا يقوم بالتحوط حول حرف الميم هنا حرف الميم حرف الميم نعم 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 هنا لا ننظر هل يوجد خط صغير هنا في حرف الميم؟ لا إذن هذا ليس حرف الميم هنا فوقه نقطتين مع أنه دائرة هنا تقريبا لكن فوقه نقطتين بالنسبة للتمرين الثالث يحدد لي حرف الميم في الكلمة دائما أشكال حرف الميم أمامه ينظر مع البداية راح تجيه صعبة لكن هذه يد بيد الأم مع تلميذ راح يحلوا التمرين مكتب نبحث عن كالحرف الميم هنا حرف الميم هذا هو حرف الميم أقوم بوضع دائرة هكذا هكذا أعلمه دائما نذكره بأشكال الحرف هنا في آخر الكلمة هنا في بداية الكلمة سماء هنا في وسط الكلمة بستان هل توجد حرف الميم؟ لا برميل نعم معلمة هنا وهنا موز نعم بيت لا قسم بعض التلميذ راح يركز أكثر على حرف القاف دائما ركزوا معهم أن حرف الميم لا توجد فوقها نقطتين ثم حرف الميم هنا نعم التمرين الثالث صل صوت حرف الميم بالصوت المناسب هنا لازم نراجع مع التلميذ حركات الحركات نبدأ أولا بحركة الفتح دائما حركة الفتح حركة الضم الكسر لدينا حرف الميم هكذا يكتب هكذا لاحظوا الطريقة هكذا وهكذا في وسط الكلمة هكذا هكذا في نهاية الكلمة هكذا وننزل اثنان في نهاية الكلمة نقول متصل هكذا إذن هنا منفصل إذا كان قبله حروف لا تقبل أن يجي بعد حرف متصل ما هي هذه الحروف هي الرا الزاي الدال الزال اللا الزال نعم الألف الو طبعا هذه مش راح ينفهم للتلميذ ينفهم حاليا للأمهات يفهموها هذه إذا جاءت قبلها هذا الحروف حرف الميم لا يتصل به أما باقي الحروف يكون شكله هكذا في آخر الكلمة هنا في آخر الكلمة إذا كان قبله هذه الحروف إذن لدينا هنا حرف الميم نقول تعرفنا على أشكال حرف الميم وهي لباس حرف الميم على حسب المكان الذي فيه كل مرة الحرف يغير لباسه على حسب المكان إذا كان في وسط الكلمة يلبس هكذا في نهاية الكلمة في نهاية الكلمة أيضا في بداية الكلمة أو وسط الكلمة متى وسط الكلمة يأتي هكذا مثلا في كلمة برميل إذا كان قبله حرف فراء هذه الحرف يأتي هكذا إذن نرجع للحركات نبدأ أولا مع حركة الفتح حركة الفتح نقول له أن حرف الميم مثل ما لديها لباس لديها صوت أيضا الصوت الأول ما هو؟ هكذا خط عندما يكون خط فوق الحرف ماذا أقول؟ أقول ما شكل الفم يكون هكذا ما 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 فيما يخص الضم نعيدها دائما وتكرارا كل يوم لأن يتمكن إن شاء الله حرف الميم بالنسبة للضم أقول له هكذا الصوت الثاني لهذا الحرف مو مو ركزه على شكل الفم يكون هكذا مو 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 بالنسبة للصوت الثالث دائما صوت قصير لأن المدة نطق الحرف غير طويل هو هو كسر يكون في الأسفل أقول مي مي شكل الفم مي هكذا ما مو مي ما مو مي هذا بالنسبة لأصوات الحرف هذا بالنسبة لأصوات الحرف هذا أقول صوت قصير أما بعض المرات الحرف يكون له صوت طويل يعني يكون يصرخ هذا الصوت يصرخ ماذا ندينا هكذا هذا ما هو هذا حرف المي إذا كان هذه فتحة بعدها هذا هكذا حرف الألف أقول ما ما دائما نمده في مدة الصوت ما بالنسبة للضمة هكذا هنا ضمة مو أما إذا كان هكذا صوت طويل أقول مو مو بالنسبة لأكسرة الكسرة دائما مع حرف الفتحة مع الألف الضمة مع الو بالنسبة لأكسرة أقول هكذا مي لكن صوت طويل عندما هكذا مي 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 مو مي ما مو مي يتعرف على أصوات الحرف الميم يعيدها عدة مرات التمرين هنا يقول صل صوت حرف الميم بالصورة المناسبة له يعني إذا سمعنا حرف الميم أو انطقت حرف الميم يقف التلميذ ويقول هنا حرف الميم مكعب 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 نعم حرف الميم سمعت صوت الميم لكن ما هو الصوت هل هو ما أو مو أو مي هو مو مكعب أقوم بالربط هكذا هنا مي 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 ما هو نعيد الأصوات م م م مي هنا صوت طويل حمامة هنا م م م هنا مي حمامة أقوم بالربط هكذا أخيرا يقع التدريب التلميذ على كتابة الحرف ميم هنا حرف الميم مع أشكاله أو لباسه قلنا كيف نكتب حرف الميم نعيد كيفية كتابة حرف الميم دائما نضع نقاط والتلميذ يعيد فوق يعيد كتابة فوق النقاط لدينا حرف الميم نكتب هكذا ثم هكذا فيما يخص بداية الكلمة هكذا هكذا وسط الكلمة نهاية الكلمة يأتي هكذا وننزل يأتي هكذا أيضا وننزل مكتب نربط الشكل الكلمة مكتب إسلام سماء عالم مكتب إسلام سماء عالم بنفس الطريقة ندرب التلميذ يتدرب على حرف الباء أولا لباس حرف الباء ما هو أو أشكاله يكتب هكذا أو هكذا أو هكذا أو هكذا هنا بداية الكلمة وسط الكلمة نهاية الكلمة متصل نقول منفصل أولا تلوين حرف الباء حرف الباء تلوين إذن حرف الباء يقوم بتلوينه ثانيا أرسم دائرة حول حرف الباء في الكلمات التالية لدينا هنا بيت كتاب مصطرة مكتب بحيرة علبة يبحث عن حرف الباء رح تتخلط للتلميذ مع بداية هنا وهنا حرف الت لكن دائما نبه التلميذ يركز مع أنه في حرف الباء توجد نقطة واحدة فقط شكله مثل الطبق تأسفله نقطة فقط يبحث عن النقطة أو شكل هكذا أقول له أبحث عن نقطة أين هي هكذا إذن هذا هو حرف الباء أقوم ب وضع دائرة حوله هنا كتاب مصطرة هل توجد لا مكتب نعم بحيرة علبة هنا بعض التلميذ مرة أخرى رح يتخلط أيضا في النسبة لحرف الح لكن هل تحتها نقطة لا إذن ليست حرف الح ثالثا صل صوت حرف الباء بالصورة المناسبة هنا ماذا لدي بالطيخ بالطيخ هنا ب هنا ب يعود التلميذ نذكره بالحركات أو أصفات أصوات حرف الباء لدينا حرف الباء هكذا حرف الباء إذن هنا بالفتحة يصبح باء بو بي بالنسبة للصوت الطويل هكذا نكتب أولا حرف الباء الصوت الطويل فتحة يصبح باء ضم يصبح بو كسر يصبح بي ب بو بي ب بو بي إذن بالطيخ سمعنا حرف الصوت نعم لكن ما هو هل هو ب أو ب ب بالطيخ إذن نربط هكذا هنا محفظة محفظة هل يوجد صوت حرف الباء لا يوجد إذن التمرين الرابعة أربط بالسهم حسب شكل الحرف الكلف هنا حرف الباء أشكال حرف الباء نبحث حرف الباء هنا حرف الباء هنا حرف الباء وسط الكلمة لدينا حبل هنا حرف الباء بداية الكلمة بستان حرف الباء نهاية الكلمة متصل وهو أرنب وهنا كتاب تلميذ الآن يستعمل فقط البصر يعني مش رحي يقرأ مش رحي يتبع الكلمات يقرأهم ما يفهم مش قراءة الكلمات يقرأ فقط الحروف مع الحركات حرف الباء وحرف الميم فقط إذن يبحث هنا حرف الباء أين هي النقطة هنا ها هي النقطة جيد إذن هذا هو حرف الباء هل هذا مثل هذا لا إذن هذا قبله حرف لا نبحث عن الشكل لنتذكره أنه لا يوجد قبله حرف إذن هذا هو التمرين الخامس فيما يخص كتابة أو تدريب التلميذ على كتابة الحرف لدينا حرف الباء في بداية الكلمة وسط الكلمة نهاية الكلمة متصل نهاية الكلمة منفصل بحر علبة عناب حاسوب ودائما نربط الحرف مع كلمة تكون قريبة من تلميذ إذن سلح حرف تذكر الكلمة مثلا باء بشرة من معلمة وهكذا نتعلم كيفية كتابة حرف الباء لدينا حرف الباء هكذا نقوم بكتابة يتوقف هنا فقط الباء في وسط الكلمة في نهاية الكلمة متصل في نهاية الكلمة منفصل بالنسبة للحركات با بو بي با دائما نمدد في الصوت مؤقتا حتى نتمكن تلميذ أنه هذا صوت قصير هذا صوت طويل صوت طويل متى إذا كان الحرف متصل بها الألف أو الوا أو اليا لهي حروف المن أقول أنه صوت طويل يعني إذا وجد الفتحة مع الألف أمدد في الصوت وأرتفع إلى الأعلى با هنا بو هنا بي هنا با بو بي إذن هذا فيما يخص المراجعة الأسبوعية نصيحة إلي كأمهات لأمهات تلميذ السنة الأولى ابتدائي لازم علينا الصبر مع تلميذ السنة الأولى ابتدائي مع البداية رح يتخلط مع الحركات كأن تلميذ رح يفهموا فقط أو يتعلموا فقط حركة الفتح أما باقي الحركات مش رح يفهموا فيها والو مش رح يتعلموا لكن مع المداومة الصبر التشويق دائما يكون المرح حاضر في المراجعة نربط المراجعة مع الواقع بأشياء يكون يحبها تلميذ رح يتمكن إن شاء الله دائما تكون مراجعة تدريبات قدمة نقدره والصبر دائما إذن فيما يخص حرف الميم نربطه مثلا بموز حرف الب بطة إذن إلى هنا أنتهي إن شاء الله نكون خفيفة معاكم ضريفة ما تنسوش وضع لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر